مساء الخير يا أستاذ زمان مساء الخير يا أستاذ جامل أولا أعيز أعرف منبع القلق اللي عند حضراتكم إيه والله وحضرتك إحنا من العائلات اللي بتزور القرافة عندنا كتير ومن يومين في أحد أفراد العائلة رح يزور لقى علامة أكس حمرة كبيرة محطوطة على المدفن من البر هي قدامنا على الشاشة بالزبط ومحطوطة برضو على مقابر بجوار مدفن طه حسين منها قبر والتي لأقيد أبو المعاتي جماله إحنا حاولنا نتساءل علشان نتأكد لكن زي ما حضرتك قلت لغاية دلوقتي مفيش حاجة مؤكدة لكن أنا على ثقة زي ما حضرتك قلت إن شاء الله ده ما يكونش معناه إزالة أو هدم قبر طه حسين طه حسين يعني غني عن التعريف عميد الأدب العرب اللي رشح لجائزة نوبل 14 مرة اللي حاصل على من فرنسا أول مصر هو اسم طه حسين يكفي إن إحنا يعني إذا كان أكيد المهندسين لديهم الكثير من الحلول اللي ممكن يبقى فيها نعمل الحاكتين إذا كان في أي إنشاءات نتمنى ذلك يا أستاذ جمال إن زي ما أحباك عارف يعني المدخسن مش بس طه حسين فيه بنته أمينة طه حسين اللي هي من أوائل النساء الحاصلات على الشهاد الجماعية فيه جوز بنته وزير الخارجية الراحل محمد حسين طبعا فيه والدتي مونة الزيات الله يرحمهم جميعا فدي كلها يعني شخصيات عامة مش بس يعني فحزاك بتتكلم على المستوى العام لكن أنا يعني كان متحدثة عن الأسرة أحب أتكلم عن المستوى الشخصي لأن حضرتك متخيل القلق اللي إحنا طبعا والتخوف إن إزاي إن إحنا نقدر ننقل رفاة الموتانة يعني حزاك إن تطلب إن تنقل رفاة أمك وجدتك والناس دي كلها دي حاجة مؤلمة يجيب ده طيب ما أنا عايز أقول وأنتقى أنها ما تحترش إن شاء الله رب ضارة نافعة بمعنى إيه إن أنا بطلب أو بناشد المسؤولين في حاجتين الحاجة الأولانية نحن نقدر ونتفهم ونثمن حجم الإنشاءات والتسهيلات التي يمكن أن يكون يفكر فيها البعض دون أن يعني يضع في الاعتبار إن ده لسين أو صاد ولكن هنا إحنا بنتكلمش بنتكلم على طاه حسين وأسرة الزيات بالضبط إحنا بنتكلمش فقط على سين أو صاد ورغم إن أنا طبعا مع كل الاحترام لسين وكل الاحترام لصاد ده أنا بطلب بحاجة تانية ده أنا بطلب بحاجة تانية أستاذة معا أنا بطلب المسؤولين أن يعيدوا يعني مش تهيئة لغاية الشهر ده تمن نشر الأيام ترجمتوا للغة بالمركية لا ده أنا عايز عايز يتحول هذا المكان إلى مزار زي ما حصل يعني إحنا عندنا آثار وبنعتز بكتبنا وبنعتز بقدبائنا وبنعتز بطراثنا وبنعتز بمفكرين وهي مسألة يعني مفيش فيها جدال طيب وزارة الثقافة يعني ما تتدخلش في هذا الموضوع أنا مش هقول بس كده أعتقد أن يعني القيادة السياسية لو كان يصل إليها هذا الأمر إحنا علشان كده بنشكر حضرتك وبنشكر الإعلام أن إحنا فعلا أن أنتوا تقدروا توصلوا المعلومة دي والسود لأن زي ما قلنا هو لغاية دلوقتي الخابر مش مؤكد وأنا إن شاء الله الأسر على ثقة أن يطلع ويتقال أن لن يتم هدمه لا أنا مش بتكلم على هدمه يا أستاذة مها أنا بتكلم على الاعتناء بي وإعادة تجديده باعتباره معلم ثقافي أكيد أكيد يعني يعني الأول بعدم الهدم لا الهدم ده يعني أنا بحاول أستبعده إن شاء الله وبحاول أن أنا أقول ما هو أبعد من هذا الأمر هو الاعتناء بهذا المدفن وإعادة ترميمه إذا كان يحتاج إلى ترميم وإنه يتعمل كمزار ثقافي يعني على الأهل يبقى فيه جزء فيه مثلا بعض مخطوطات لطاع حسين إذا كانت بخط إيده موجودة يبقى فيه بعض منه ويبقى زي المتحف صغير تيجي الناس تزوره وتترحم على هذا العميد الأدب العربي أكيد أكيد ممكن وحضرتك القبر أصلاً لما الواحد بيخش فيه فيه على رخامة محطوط حديث نبوي شريف تلاها الدكتور طاع حسين وفيه يعني جوه جنينة كانت ميراتو سوزان زرعيها بشجر الميموسة يعني مكان مريح للنبس والأعطاء وبنتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن الدكتور يعني عميد الأدب العربي يعني ما نبتديش حتى نفكر فإن إحنا ننقل رفاة ورفاة الموتى المقربين اللي هو زي الدكتور محمد حسن الزيات وأريبه عائلة عون يعني مئة ملف عندي ثقة ويقين يا سيد زمان فإن إحنا بنحترم بنحترم طراثنا وبنحترم تاريخنا وبنحترم أدبائنا وبنحترم مفكرين وما أحواجنا الآن في اللحظة الراهنة إلى إعادة نشر كل كتب طاع حسين ومعاركه الفكرية المبكرة لإن إحنا في ذات المعركة الآن صح بالزبط بالزبط إحنا في ذات المعركة الآن حضرتك قلتها صح يعني لو رجعنا قرينا كتب طاع حسين اللي نشرها في العشرينات والثانيات هتحس إن كتبها مبارح مش من مش معقول يعني من غير المنطقي أو المعقول أنا أعتقد إن أكيد حتى لو كان ده صح إن فيه يعني ده حد يعني بيقدي شغل حاجة إذا كان إذا كان أنا مش متأكد على الورق وبالتالي حد بيقدي شغل فهو مش واخد باله ده إيه ولا فين لكن يعني أرجو أتمنى ذلك وعلشان كده إحنا إن إحنا بنرن الجرس دلوقتي من الأول قبل ما يحصل أي يعني أكيد اللي عامل الأكس دي مش واخد باله هو بيعمل الأكس على إيه وأنا بنتمنى إن شاء الله المسؤولين يعني الخطوة المقبلة إن يعرفوا إن القبر ومدخن عميد الأدب العربي تحط عليه الأكس الحمرة اللي هي أطلا يعني عايز أقول لحضرتك حتى حط الأكس الحمرة دي يعني يعتبر تشويه للقبر فنتمنى إن شاء الله إن إحنا ناخد إذن إن إحنا نشيل الأكس الحمرة دي منها على المقابر وإن دي تكون يعني إحنا مشتبه فيه ولن يتم هدم أو دفنه يعني ده إحنا على لا ما فيش اشتباه ده أنا رايح لأكتر من كده زي ما قلت لحضرتك وبقول للسادة المشاهدين ده أنا بطالب بالرعاية والعناية بهذا المدفن وإذا كان فيه أفكار ده يعني ده مكان مزار صح مزار أكيد يعني زي حضرتك يعني اللي بيسافر برا نروح مثلا تريد نشوف فيه آآ مقابر البغلاشاز محصوط فيها العلماء يعني حد يروح لبلزاك مثلا ويقول لسأنا عايز أعمل مش عارف إيه بالزبط بالزبط لا يعني يعني ممكن عشان كده إحنا على سكة ده مش ممكن يحصل والله أنا بقول أو بستبعد هذا الأمر وإذا كان حدث فأعتقد أنه خطأ غير مقصود وإنه يعني ما حدش ياخد باله من القصة دي وده غلط إن ما حدش ياخد باله لو ممكن ولو ممكن يا أستاذ جمال يعني من خلال برنامج حضرتك إن إحنا بس نناشد المسؤولين إن هم يعرفونا الخطة إيه لو هو فعلا العلامة دي محطوطة بالغلط هل ممكن نشيلها أو يعرفونها أصل العلامة دي ممكن أقول إن أنا حمد كابلات كهرباء ممكن أقول إن أنا حاجة وارد وارد يعني مش بالضرورة إنها تكون أنا عارف ده تأسيسا على بعض الخبرات السابقة في منطقة صلاح سالم وإلى آخره فهو تخوف قد يكون مشروع وقد يكون مستحق تخوف دايما حضرتك قلت مش من العيلة فقط يعني هو أول ما تلع يعني يدوبك حد فتح بقه قال الموضوع كمية الاهتمام من داخل مصر ومن خارج مصر كمان هذا الموضوع فلإن طبعا 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 حسين مش مجرد شخصية مصرية هي زي ما قلت حضرتك هي علامة من علامات الأدب العربي ومؤرخين التاريخي للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية